كواليس القبض على الراقصة سمن المصري والحكم القضائي الصارم في تطورات قضية الراقصة سمن المصري تكشف مصادر مطلعة عن تفاصيل القبض عليها لتنفيذ حكم قضائي يقضي بسجنها لمدة سنتين وذلك بناء على اتهامات بنشر محتوى خادش عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويتعلق الامر بنشرها فيديوهات تحرض على الدعارة وتخل بالاداب العامة تم قبول طعن النيابة العامة من قبل محكمة النقد التي قررت تشديد الحكم من سنة الى سنتين بالاضافة الى تغريمها مبلغ مائة الف جنيه وفي تفاصيل تكتيكية كانت سمن المصرية تقوم بانهاء اوراق رخص القيادة حيث اخبرها المسؤولون انها ملزمة بدفع ثلاثمائة الف جنيه غرامات مما دفعها للاستعجال في ترتيب امورها القانونية مصدر مطلع اكد ان الاستعلام الامنية كشف عن تشديد العقوبة مما ادى الى اعتقالها وتوجيهها الى قسم التجمع الخامس استعدادا لتنفيذ الحكم الصادر ضدها يقدر بالذكر انها تمكنت في وقت سابق من الخروج من السجن بعد تنفيذ احكام الحبس السابقة وفي تطور اخر ظهرت سمن المصرية عبر حسابها على استجرام بعد الافراج عنها حيث نشرت صورة لمشاركتها في الانتخابات الرئاسية تلك التفاصيل تكشف عن جانب اخر من القضية التي تثير الجدل في المشهد الفني والقانوني المصري ترجمة نانسي قنقر